موسيقى 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 الحزب التجمع الوطني للأحرار كما المؤتمرات السابقة ولكن هذا عنده خصوصية لأنه جددنا فيه ثقة بالسيد عزيز أخ النوش الآخر الرئيس اللي اعطى الزخم للحزب واحد دفعة اللي اعطى آمال كبيرة كذلك مش غير الحزب ولكن المغاربة كاملين وعليه ديه كانوا كذلك تشكيل الهيئات الموازية وديل التنظيم وإحنا إن شاء الله كلنا آمل أن هادة تنظيمات إن شاء الله اللي ديجاد دارت في الفترة اللي فاتت غدي تزيد تفعل ومع البرنامج الحكومي اللي كيشرف عليه كذلك مع الرزمة ديال الوزراء ديالنا وديال المسؤولين إن شاء الله غدي تفعلوا جميع القطاعات وجميع المسؤوليات اللي تحتهاد الإخوان هادو برئاسة السيد عزيز أخ النوش اللي الآخر المغاربة كلهم كي أملوا فيه غير الخير إن شاء الله وكنتمنوا لي التوفيق في هادة المدة الانتدابية اللي جاية وإحنا في كتافه كما دائما باش الحزب ديالنا يبقى دائما متوهيج بكفاءته بنسائه بشبابه بمنظمته الموازية وكنتمنوا توفيق إن شاء الله للباقي من الأيام الآتية إن شاء الله وشكرا اليوم الإخوة والأخوات حضروا لواحدة عرس ديمقراطي اللي هو المؤتمر السابع لتجمع الوطني الأحرار عرف نقاشات مهمة على مستوى الوثيقة المذهبية لحزب تجمع الوطني الأحرار منذ الأمس اللي جان اشتغلت واجتهدت واليوم الحمد لله رحنا هات الصباحة هاتي كما تبعتم معنا تم جلسة تصويت على السيد الرئيس اعتقد بأنه هذا نجاح وعرس ديمقراطي بالنسبة للتجمعي لأنهم كلهم ليس فقط جهات سوسما السام ما بلغنا أنه في جميع الجهات تم التصويت تقريبا بالإجماع على السيد الرئيس تعزيز التقافي السيد الرئيس عزيزة خنوش إذن هدفنا اليوم هو وشعارنا هو مصار التنمية نحن إن شاء الله سنشتغلوا سيكون العدو دينا هو الفقر هو الهشاشة سنشتغلوا أيضا في إطار مخطط الحزب وبرنامج الحزب اللي سيكون مغري سيكون الهدف دياله هو الرفع من كرامة المواطن المغربي ثم كذلك تحقيق الرخاء لهذا السكان ولهذا الوطن ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر